أذرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة من أن عدد الأطفال الذين جرى تحصينهم من خلال اللقاحات في جميع أنحاء العالم انخفض بسبب وباء كوفيد-19 بشكل مثير للقلق هذا بعدما ظل مستقرا طيلة عشرة سنوات وأعربت الوكالتان عن قلقهما إذا انخفاض التحصين باللقاح الثلاثي في الأشهر الأربعة الأولى من العام ويرجع ذلك أساسا إلى صعوبات النقل أو القيود النجمة عن الوباء أو الخوف من الإصابة بهذا الفيروس